في تقديم خدمات متكاملة ورعاية مميزة لدعم الأسر المهجرة والأشد ضعفا بريف حمص الجنوبي وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا افتتح في بلدة قطينا مركز الرعاية الاجتماعية بالتعاون بين بطرياركية أنتاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذوكس دائرة العلاقة المسكودية والتنمية والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين وذلك بحضور محافظ حمص طلال البرازي وشخصيات الرسمية ودينية وشعبية ببركة وتوجيهات مولانا صاحب الغبطة البطريارك يوحن العاشر الكلية الطوبة وجزيل الاحترام لافتتاح المركز الاجتماعي بالتعاون مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين هذا المركز الفريد والوحيد من نوعه في المنطقة الذي سيقوم بتخديم آلاف المواطنين وتأمين حاجاتهم هذا المركز ليس فقط لتأمين المساعدات العينية بل أيضا يقدم خدمات في سبل العيش في الدعم النفسي في دعم الأطفال في دعم النساء في التوعية الصحية في التوعية النفسية ولذلك هو ظاهرة وهو حضور مهم جدا في هذه المنطقة من أجل تقديم الخدمات مركز الرعاية بأطيني بيخدم أكيد أهل أطيني بالإضافة للمنطقة الجنوبية والجنوبية الغربية فينا نعد منهم منطقة تل الشور الغسانية الحيدرية المسعودية الجوادية عرجون القصير ربلي العالية ترامل عنز خربة التين يعني تريبا أغلب الريف لمحافظة حمص وأثناء حضور المحافظة لافتتاح المركز استمع من القائمين عليه إلى شرح حول الخدمات التي يوفرها للمواطنين كما جال في بيت المحبة الذي يعنى بالأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة وفي مركز العيادات الشاملة ببلدة قطينة الذي تم دعمه وتأهيله من قبل البطرياركية بظروف الرهنة التي مرت فيها لبلاد بهالأزمة الرهنة التي مرت فصار في بعض المصاعب النفسية والإنسانية والمادية أيضا فهذا المركز سيكون ركن وركن أساسي لغاثة بهذا الجانب بجانب النفسي والاجتماعي أولا وبجانب وبعض الجوانب المادية ثانيا اللي شعبنا وناسنا محتاجين إليه بشكل كتير هلأ طبعا في أطفال بتجيمة حمسي من دمجي مع بعضا في أطفال بتعاني من الخجال في أطفال بتعاني من قلاق ما عندها الإدراع أن تبني علاقة مع الثاني نحن بهاي الحالي منتدخل ممكن نقدم استشارات طبعا بالأخصائية اللي عنا وممكن في حالات تستدعى نحن نطلع نشوف بالمدارس بالروضات ونتعرف عليهم نجيبوا اللي عنا نفيدهم من برنامج حماية الطفل اللي عنا برسم من شي سنتين والمركز هون هاي السنة يقدم لنا كتير شغلات حتى نقدر نستفيد منها هون قدم لنا الأدوات والمراسم والورق وكل شيء مشان نحن نقدر نفجر ما هوبتنا بقوة ويعد مركز الرعاية الاجتماعية في قطينة من المراكز الرائدة والمتميزة لما له من أهمية في مرحلة إعادة الإعمار من خلال البرامج التي يقدمها للدعم النفسي والاجتماعي والصحي وبالتالي سيستهدف العديد من الفئات في المجتمع وبمختلف الأعمار من مركز الرعاية الاجتماعية ببلدة قطينة في رف حمصة الجنوبي شيرين العلي الإخباري السورية لمعلومات أكثر ينور حول مركز الرعاية الاجتماعية بيقطينة بريف حمص الجنوبي أكيد بصرنا الرحب عبر التليفون بالسيد زلال صباغ مدير مكتب بلاقات المسكنية بحمص صباح الخير صباح النور أهلا وسهلا فيكم صباح النور يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك على شاشة الإخبارية السورية يا أهلا فيكم شكرا لإلك بالبداية خلينا نحكي عن مركز الرعاية الاجتماعية اللي تم افتتاحه الحقيقة هو دائرة العلاقات المسكنية والتنمية التابعة لبطرقية أنطاكا وسائل المشرق للروم الأرثوذوكس على مدى سنوات خصوصا خلال هذه الحرب الشرسة على سوريا استهدفت أن تعمل مراكز خاصة بالخدمة الاجتماعية بمناطق متعددة بالمدن مريفة على مساحة الأرض السورية وذكافة المحافظات بحمص نحن كان عنا مكتب المركز الرعاية الاجتماعية طبعا هو بالتعاون والشراكي مع المفوضي السامي لشؤون العجيين اللي يعنيت السيار كان مركز بمنطقة فيروزي عمي ضطي الريف الشمالي والشمالي الشرقي وهو وصله تقريبا أربعة سنين ولده هيك شفنا أنه في حاجة كتير كبيرة بالريف الجنوبي والجنوبي الغذي إلى مدينة حمص فتم افتتاح مركز الرعاية الاجتماعية بمنطقة قبطينة اللي بيغطي الحقيقة مو بس قرية قبطينة طبعا إنما كل الريف اللي حواليها المركز هو له عدة برامج خدمين تعمى بالطفل والأسرة وكافة الشرائح عمنا ببرامج مركز الرعاية الحقيقة في عدة أمور منها برامج خاصة بالدعم النفسي إن كان للطفل عن طريق شيء اسمه مساحة صديقة للطفل أو إن كان للكبار عن طريق برامج دعم النفسي بالبي اس اس أو البرامج الخاصة بالعنص القائم على النوع الاجتماعي اللي هي تختصر بالأس جي بي في في أيضا طبعا برامج أخرى مثل مهنية تدريب مهنية بسموها الويكوشنال ترينج هي تدريب مهنية من مبدأ تحميل الرسالة إنه نحن بدان ما نعطي سمكي من عمليم الصيد فنعمد بصير في دورات خاصة لتعليم مهن معينة حصل حاجة للمجتمع بكل منطقة أيضا في برامج التعليميين يلي هي بدها تكون بتكون رديف ومساعد للطلاب إن كان طلاب متسربين أو إن كان طلاب شهادات تاسع أو بكالوريا طبعا نتيجة الأزمي اليوم في حاجة كبيرة للموضوع التعليمي فالدائرة والبتركية تحدث كتير لأنه تدعم هذا القطاع أيضا في عنا برامج دوعية صحية وإضافة إلى توزيع خلينا شي بنقول شيء اسمه مساعدات عينية طبية يعني عينية وتطبية غير مادية تتقدم لذوي يعني للي حاجة لهالنوع من المواد في عنا طبعا كمان برنامج خاص بالمتطوعين المتطوعين الوصول والمبادرات برنامج خاص بالقرانس يلي هو المنح يلي بتساعد على تأسيس مشروع صغير للأسر المهجرة لرب أسره أو لربة أسره أحيانا كمان تقدر تعمل مشروع تقدر تساعد في المدخول لعائلته نعم يعني الحقيقة يعني كل هاي البرامج أسا بتخلنا خلينا نقول تفرعات أخرى بتقدر تساهم كتير بدعم المجتمع وتقويته والأهم الأهم برجع بقول هي على الأسرة أكتر شيء نعم صحيحة يعني أكيد بدنا نحنا نشكر الجهود الجماعية بحمص يلي عما تكون يمكن سند لكل العالم من بعد ما حمص مرأت بظروف كتير صعبة يعني توجه توجهكم ما عم يكون بس لقلب حمص أيضا للريف متل ما شوفت ومتل ما حكيت من شوية خلينا نحكي قداش مهم اليوم عملكون بمرحلة إعادة الأعمار وهي الخطط قداش هي يمكن رديفة لتقوية يمكن لتقوية الشأن المادي النفسي وخلينا نحكي كمان الحياة ترجع من أول وجديد بحمص يعني لازم يرجعوا الأهالي أكتر لها حمص صحيح الحقيقة أولا يعني حمص نشكر الله بعد عانت معانته في هذه الفترة من أخلال السنوات الأولى من الحرب اليوم طبعا أولا بهمة جيشنا العربي السوري نشكر الله حمص رجعنا الأمان كمديني بشكل كامل وحتى بمعظم الريف اليوم حمص عم ترجع تعيش من أول وجديد وتحية وناسا أساسا أني ناس بتحب الحياة مثل كل السوريين فالحقيقة اليوم صدنا بمرحلة مرحلة إعادة البناء خلصنا من مرحلة الإغاثة ومرحلة الحمد لله مرحلة التهجير والنزوح وصدنا بمرحلة إعادة البناء طبعا الدور الرئيسي أبقى كتير كبير على الدولة على رغم كل الجهود اللي عمت بذلع فإذا ما مسكنا إيدينا بإيدينا بعض الحقيقة تكون البناء بطيء ويمكن حتى بتكون عجلته كتير بطيئة فبهذا السبب البطرياركي وبتوجيه من مصاحب البركي وتوجيه مصاحب الغطة البطرياركي حن العاشر كانت إلى دور كتير كتير بهذا الموضوع وخصوصا بموضوع عودة الأهالي يعني اليوم نحنا بالدائرة من سنة 2015 بعد ما رجعت كل الأحياء تقريبا أطلقنا حملة اسم حملة مبني هاي الحملة تهدف إلى إعادة تأمون وتأهيل إن كان المنازل أو المدارس أو حتى اليوم عم نشتغل مع المستوصفات والمراكز بالقطاع الصحي تقريبا بمنطقة حمصة الأدينة اليوم الدائرة لحد اليوم صارت نغني حوالي 1050 بيت معظم الأهالي رجعت عادة الحياة أكملت برنامج كامل بحمصة الأدينة لتقدر ترجع أو تساعد بإعادة بترجيع الناس لبيوتها بعد التهجير اللي صار منها كان طبعا كمان ترميم المدارس اللي هو بيكون متكامل مع البيوت حتى تقدر الناس ترجع وأطفالها يرجعوا يخرجوا على المدارس فهذا الدور الحقيقة للدور للمجتمع الأهلي خليني كل شخص عم يدعم مشاريعكم وعم يكون يمكن سند لحظة ترجع حمص وأهالي حمص بحالة إعادة الإعمار وتتعمر حمص أكثر وأكثر ما الله رات شكرا إليك وأنا بعم طريقكم كمان عن طريق الإخبارية السورية الرائعة والمتابعة بشكل كتير كبير الحب وجه شكر كتير كبير لفريق البائرة بحمص لكل فرق منهم هذا اللي عم يشتغل سديني بكل شفافية عم يشتغل ليل ونهار لحتى يكون هالزراع الخير زراع الكنيسة الخير يلي بيوصل لكل الناس بكل شائحة بمجتمعنا أكيد بدنا نتشكرك الأستاذ جلال صباغ مدير مكتب العلاقات المسكونية في حمص مننا نتمنى لكم التوفيق بجميع مشاريعكم ومننا نتمنى لكم التوفيق بجهود الجبارة اللي عم تقوموا فيها شكرا كتير لكم شكرا لك شكرا سعد صباحكم شكرا سعد صباحك